ماذا عن اكشن كولر بعد مباراة على مستوى التصريحات في المؤتمر الصحابي تعالوا نشوف قال ايه المجير الفريق السويسري اللي فريقه في اخر تسع ماتشات لم ينتصر سوى في ثلاث مواجهات قال ان الفريق قدم مباراة جيدة اليوم الاهلي تحصل على العديد من الفرص وكان لديه فرصتان محققتان للتسجيل في الشوت الاول كذلك تحسنت الامور في الشوت الثاني الذي شهد سيطرة واستحواذا كابي رين وخطورة على مرمى المنافس خذنا اللقاء وسط ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة سعادة للغاية بعودة عمر السولية بعد قبل 163 يوم من الغياب خاصة انه لعب مميز وصاحب خبرات كبيرة وطبعا كان من اللعب اللي اضافت شكلا للاهلي في الشوت الثاني منح اضافة ملموسة لواسط الملعب كريم فؤاد كان مميزا واضهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس الاهلي كان بمقدوره تحقيق المزل لو لغياب التوفيق وإهدار الفرص ولكنها طبيعة كرة القدم التي تعتبر الأخطاء جزءا منها كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون ولاء ظهر بشكل مميز خاصة أفشا وسولية وكريم فؤاد وطاهر الذي أزعج دفاعات فنج أفريكا زحفت نهاية اللقاء على فكرة وهو بيتكلم في النوت دي قال بحسب بعض الموقع يعني أنا ما سمعتهاش بنفسي بس قالت أنه قال على طاهر أنه كان مثل الإعصار الذي أزعج دفاعات المنافسين هو طاهر على فكرة من المباراة الكويسة جدا طاهر كان عامل مباراة الكويسة الثلاثة مش تسعة طاهر كان عامل مباراة الكويسة الاتحامات هواية كان بيدخل فيها كان بيساهم في بناء اللعب في التلت الأخير أنا عندي مشكلة كمان للأهلي رغم أنه بيهدر فرصا لكن شكله الهجومي مش متميز مش بيبين لك أنه بيهدد باستمرار وفيه استغلال لأخطاء المنافسين بيعرف فيهدد المرمى بيضيع في الآخر لكن الشكل الهجومي محتاج له شكل واضح من كل دي من أبرز أسباب أن الأهلي مش ظاهر بالشكل المقنع أنت ممكن أن تبقى بيضيع فرص بس الجمهور يقولك إيه إحنا مش موفقين لا هو الأهلي مش في مرحلة بس أنه بيضيع فرص هو الأهلي أساسا الفرص بيخلقها مش كتيرة وفكرة استمرار خلق الفرص مش موجود فيه مشكلة في بناء الهجمات في الوصول إلى مرمى المنافسين دي نقطة من المهم جدا أن يركز عليها كل المقبل المقبل على بصولة كأس العالم للأدية خلال هذا الشهر بل خلال أيام قليلة تحديد 15 من الشهر الجاري تشكيلة الفريقين أو تشكيلة الأهلي النهاردة قبل ما ننتقل إلى محور آخر كان تهي النهاردة في حراسة المرمى كان محمد الشناوي كان العادة لم يتحاجه الأهلي وقت ما الأهلي بيكون مضغوط بيبقى ظاهر محمد الشناوي النهاردة شال انفراد خطير في بداية المباراة ياسر إبراهيم تجاور برامي ربيعة في قلب الدفاع محمد هاني وعلي معلول على الطرفين ياسر إبراهيم خرج في نهاية المباراة ونزل مكانه خالد عبد الفتاح بسبب الإصابة نص الملعب مروان عطية أليو ديانج صاحب أخطر الفرص اللي اتبنت بوان تو حلوة قوي بينه بين بيرسيتاو لكن فوّدها شاحات وضيعها الكهرباء إما ما تشوفه في نص الملعب لم يكن في أفضل الحديث تبدل بين الشوطين بأفشة اللي حسن شاكت على مستوى ربط الخطوط بيرسيتاو وحسين الشاحات في المقدمة تحت محمود عبد المنعم الكهرباء اللي بدأ أساسيا قبل ما يخرج وينزل مكانه طاهر محمد طاهر ونزل كريم مفقاة برضو مكان حسين الشاحات ونزل عمر السلية مكان مروان عطية على ذكر التغييرة بتاعت الديها 69 دي يعني هقولناهم في تغييرة واحدة بس هم اتعملوا في تغييرها